هناك نقطة هام جداً لأي حركة ثورية ممكن تصير في أي دولة في العالم اللي هي إيمان الشعب في قضيته و لما تلتقي قرار قيادة حكيم ويعي ماذا يأخذ من قرارات تلتقي مع إرادة الشعوب أكيد رح يكون مصيرها لهذه الثورة النجاح الآن القيادة المصرية أخذت هذا القرار بكل حكمة لأنها تعي أبعاده ليس فقط على مصر وإنما على الأم العربية بشكل كامل وفي نفس الوقت كانت إرادة الشعب المصري بإيمانه بقضيته وهدفه وحق تقرير مصيره وبالتالي حبه لأرض مصر ومستقبل مصر الآن نجحت لكن الدور الآخر على الجانب الآخر هي وسائل الإعلام المصرية وين المفاتيح النجاح فيها حتى أنها تبرز فعلاً ولعبة الدور في إدارة تلك الأزمة وترويجها للعالم أجمل يعني كانت مصر قصة نجاح على فكرة للعالم من خلال وسائل الإعلام المصرية خلينا أقول لحضرتك أنه الأول تعليق على فكرة الإيمان الشعب المصري بقضيته والليبان في 30 يونيو بشكل أساسي في سمة أساسية عند الشعب المصري ويمكن الجميع يرصدها أنه هو يمكن أن يصبر على الأزمة يعني لما يبقى فيه أزمة فيصبر عليها ويصبر طويلاً عليها لكن هو الشعب المصري لا يصبر على من يستخفله يعني لما يبقى فيه حد بيستخفله وهو كانت هذه الجماعة بتستخفل الشعب المصري يعني بتروج أشياء كثيرة ليست حقيقية أنا بدي أتوقف دكتور عند هذه النقطة لما يسألونا برا يعني كيف مصر وإحنا لما نيجي هنا ومنصور فأنا بظل أحكي ما يميز الشعب المصري انتقده في أي شيء بس ما تنتقدش مصر صحيح لا لا صحيح وبيبقى هو ممكن لا هذا بالأكتر يعني هو ممكن ينتقد الأحوال وينتقد الأوضاع وتعسي أنه ناقم لكن في لحظة معينة إذا تعرضت البلد لأي أزمة أو لأي اعتداء أو لأي تهديد بتلاقي الناس يعني بتخرج بشكل عارف علاقة المصريين بمصر زي علاقة الأم كده اللي هو يقولك إيه قدي على ابني واكره هليقول أمي أوه بسقطة أوه بسقطة يعني نقول كتير لكن لما يبقى وده اللي حصل في 30 يونيو تحديد لكن لو جيت للإعلام وده كلام أعتقد أنه لازم يتقال يعني لأنه الإعلامين في مصر والمثقفين والفنانين الحقيقة أنا كنت بعتبر أنه هم راس حربة في هذه الثورة من الأساس لأنه الفكرة أنه كانت فيه جماعة بتقول أنه إحنا بتوع ربنا وأنه إحنا يعني دفعنا تمن وأنه إحنا مدربين وأنه إحنا بتوع الإسلام فكان لابد من كشف أو رفع هذا الغطاء لأنه المصرين والعرب عموما وعنصر الدين بيلعب معهم بشكل كبير جدا فكانت مهمة الإعلام والثقافة والفن يعني مهمة ضخمة جدا لأنه هو لازم يتصدى لهذه الأوهام ويكشفها للناس والناس تعرفها فما كانش كافي أنه الإعلام يكتب أو يقول وما كانش كافي أنه الفنانين لأ كان لازم ينزلوا الشارع ولذلك مثلا أنا بعتبر أنه نقطة فاصلة في هذه الثورة وفي نجاحها الاعتصام اللي عملوه الفنانين والمثقافيين كان يوم 5 يونيو وزارت الثقاف 5 يونيو اللي هم منعوا وزير الثقافة الإخواني من دخول مكتبه وده كان اللي هو ناس كتير ما كانش متخيلة إيه اللي بيحصل على الأرض لأنه أنت بتكلمي عن قامات ثقافية مصرية وعربية يعني في مقدمته نسمع الأساس بق طاهر بنفسه وهو يعني في سنواته الأخيرة وكان مريض سسيت حجاب يعني أسماء زي بنقول من العيار السقيل رايحين بنفسهم عشان يعتاصموا لأنه هم شعروا أنه في حالة اختطاف كامل أنا بعتبر الإعلام وكأنه زي قوات القوات اللي هي في أكتوبر المدفعية لما ضربت يعني مدفعية يعني اللي هو دخل وماهد الأرض تماما للناس لأنه في سنة كاملة كانت فيها كشف واضح جدا وتصدي لهذه الجماعة فيه إعلام يعني توطأ طب أنا هنا عندي نقطة استأذنك فيها أنا معاك جدا طبعا كلنا كنا بنعمل في مجالات مختلفة محطات مختلفة أنا كنت موجودة في محطة يعني إحدى المحطات العربية في المدينة وكان فيه احتجاز أمام المدينة طبعا معاك جدا تصام كنا بنطر بنصور عشان تأخلي الستوديو بتاعك أنا هنا عايزة أسألك وطبعا أكيد حضرتك الثقة دي جت لنا منين يعني بكل الإعلاميين بكل الأولى ما كانش فيه خوف ما كانش فيه إعلاميين كانوا بيشتغلوا وكان لنا كلنا عاملين اتفاق واحد رغم أنه وزير الإعلامي اللي كان موجود أخواني وزير الثقافة أخواني وما كانش عدنا حد بيدرنا غير وطنيتنا وقدوهم ميليشيات ممكن يقوموا بتصفيت أي حد خارج القانون بشكل عادي جدا ليه ما كانش الإعلاميين بيخافوا وكانوا حاسين أنه هما رمانة الميزان بالنسبة للراجل اللي في البيت طول ما هو شايفنا في الستوديو لا أنا قلت ووقفين وقعدين أنا قلت من شوية الفكرة الأساسية اللي هي محتاجة مزيد من الدراسة اللي هو بتقدر تقولي إيه أو أعتبريه سر من أسرار الناس في مصر يعني أنا هقولك على سبيل المثال من 30 يونيو الحد الآن كام مرة كان فيه دعوات للخروج من الإعلام المعادي كتير صحية ودعوات للخروج مشفوعة بأنه فيه خطر وأنه البلد نهرت والبلد ضاعت واختروا كذا معاهد لكن لكن ليه الناس ما بتخرجش مش عشان خايفين من حاجة ولكن هو مش حاسس إنه فيه خطر حقيقي يعني حاسس إنه لكن في 30 يونيو ليه الناس ما كانتش خايفة الإعلامين كانوا مش خايفين المثقفين ما كانوا مش خايفين لأنه هو حاسس بخطر حقيقي على الدولة المصرية ككيان خلي بالك مصر بالنسبة للناس مش حدود حتى لكل مش حدود يعني مش حدود جوغرافية لكن معنى ولذلك الناس كانت خايفة على هذا المعنى كل أنا بس أنا بعمل بعمل برنامج الشاهد بسجل شاهدات على كبير من الكتاب والمثقفين والساسين على 30 يونيو اللي بيجمع بينهم يقولك إحنا كنا خايفين مصر تضيع صح فكرة تضيع دي مش هتضيع حدود طبعا لكن تضيع أو أنا نازل عشان أرجع مصر بالظبط أه كان المعنى ده أنا نازل أرجع مصر موجودة يعني ففكرة عدم الخوف عند النخب دي رغم إيه نخب ممكن الإعلاميين والثقافيين والمثقفين والفنانين في أوقات مثلا يؤسروا السلامة يعني صحيح يعني أحيانا الفنان تحديدا ما يبقاش حابب أن يقول رأيه السياسي عشان ما يخسرش جمهور معين لكن كان فيه وضوح في الرؤية أنه ده خطر بيهدد كل حاجة يعني بيهدد الفن بيهدد الثقافة أو هو بيهدد مصر الحقيقية مصر الحقيقية بالمناسبة مش المصانع على أهميتها ولا الأرض اللي بتتزير على أهميتها ولا مصر الثقافة لا الثقافة والفن واللي هو الأصل الآن يعني حتى أنت بتلاقي في دوائر معينة لما بيجوا يحتفوا بالفن أو يقولوا أن احنا بنقدم فن بتلاقي التراث المصري هو في القلب هو في الأساس فكانت النقطة دي لأنني أقول لك إيه هم الجماعة بالمعنى الشعبي يعني هم بالضبط حطوا الشعب فيه خانة اليك يعني اللي هو يا قتل يا مقتول وخلوا المعركة صفرية مع الشعب المصري يعني إما أن الجماعة تسيطر بشكل كامل والبلد ساعتها بقى مصر تتحاول لبلد منبوزة تبقى بلد زي أنظمة كتير سيطرت عليها مثل هذه الطيارات فتبقى بلد منبوزة أو أن تستردي يعني هويتك تاني وشكلك الطبيعي تاني